تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 407 قضايا تموينية بمضبطات بلغت قرابة 89 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 32 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط أكثر من 56 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 606 قضايا من بينها 77 قضية خبز ناقص الوزن و77 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلي فتم ضبط 6 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 37.5 طن أقماح محلية